إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً أتى بهذا التوحيد العظيم قال لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَأُ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرًا لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدونه على غيره لأن الناس ثلاثة هناك من يوحد الله وحده ويدعوه وحده ويعبده وحده هناك من يعبد غير الله أيضاً وحده وهناك من يعبد الله ويشرك به غيره فأم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره يشركون معه غيره وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إِنَّنِي بَرَأُ مِمَّا تَعْبُدُنُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فإلا هنا إما أن تكون استثناءاً وإما أن تكون ابتداءاً بحيث تكون منقطعة طيب وتكون بمعنى لكن لكن الذي فطرني هذا الذي أعبده سبحانه وتعالى وذكر عن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون الكواكب كما هو حال المشركين أجعل الآلهة إلهاً واحداً هم لا ينكرون ألوهية الله ولكن أدخلوا ألوهية غيره معه سبحانه وتعالى فلذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك الأمر نعم ترجمة نانسي قنقر